السؤال اللي محاير كتير من الرجالة هو إحنا لينا منتجات أو إحنا نقدر نجمل وشنا هل إحنا لينا منتجات كريمات معمولة علشان خاطر نحافظ بها على بشرتنا ولا الموضوع هيبقى نقلب ستاتي لأ أنا عايزة أقول لكل رجل النهاردة بيتفرج علينا إن كل شركة كبيرة النهاردة عملت خط كامل لك علشان خاطر العناية بالبشرة علشان التجعيد وهنا إنت مش بتقلد الستات ولا حاجة إنت بتحافظ على بشرتك زي ما أنا ببقى عايزة أفضل محافظة على بشرتك وابقى شباب على طول إحنا إنت كمان من حقك إنك تبقى شباب على طول فالنهاردة حلقتنا عن الرجل والتجميل ودكتور عاصم فارق بقى طبعا هو الأستاذ وأستاذ الجلدية والتجميل هيقول لنا إيه الأخبار صح كنا؟ تهلا بيك دكتور مرورنا أهل المساعدة كلهم مكسوبين أنا عايزة أعرف حاجة قبل أي حاجة الرجل بشرته مختلف عن الست ده جدا إحنا نمرة واحد كيف يتجمل الرجل هو يمكن ده أهب السؤال النهاردة كيف هو نمرة واحد الشباب بيحبوا يجملوا جسمهم آه طبعا عضلات وهم بيقعوا في غلطات وغلطات قاتلة إيه؟ فإحنا إنهم بياخدوا حؤن بياخدوا مكملات غذائية وبياخدوا حؤن إيه المكملات الغذائية اللي بياخدوها؟ بروتينز تمام بياخدوا أربع معالي بروتين وأربع معالي مكرونيز والويت بروتين بصي بيحصل إيه بقى؟ والحؤن اللي بياخدوها انت حؤن إيه؟ تستسيرون هرمونات دي بتاعتنا ده هرمونات طب هو أريد يشغير عنده الحاجات لا بس كتير فبيحنا فبتبتدي عضلاته وبيتبسط خالص إنه في عيزة الشتاء لابس تيشيرته وبتاعه والعضلات وكده أنا عايزة أقول لهم أرجوك الأم كل أم وكل أب منقشة عندي دي كده قلت له ده بياخد من غير مسأله لا يمكن يكون في التكوينة دي والبتاع من غير ما يكون بياخد حقا أنا اللي خايف منه حكتين المكملات الغذائية ياخد ويروح الجم ويجم الجسم بس مش أكتر ما يعملش اللود على الكبد فإحنا نطلب من كل أب اتنين تحليل وبعد كده الرجل ما نقعدش نقوله ده مضر رح يقولي لا مش مضر يعمل يعني وسائل منوي لو هل اتنين دول طبيعية ومش هيتلاقوا طبيعي هيتلاقوا في يوم إيه في السائل المنوي بعد الهرمونات اللي بتتاخد في العضلات نسبة الحيونات المنوية بتنزل أوي 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 هو أصلا عارف دي خناق طول يوم عندي في العياد لكل الأمهات الأمهات والأمهات وكلهم ياخدوا بالهم عايز يروح يلعب رياضة احنا بنشجعه يلعب رياضة إنما بيرقف هناك في الجيم كل واحد قد كده وهو مفيش وعمل بلقي قوي بلقي جدا وما بيعرفوش يتحركوا بعد شوية إنما إحنا بنتكلم على تجميل الجسم لأصود هو بيجمل جسم طب وشه بقى بيتأثر من حاجات دي بقى حاضر أقول آخر حاجة هنا الستريتش مارك كلهم عشان المدربين بتوع الجيم عايزين يجيبوا له نتيجة بسرعة بيدخل على طول ودي حاجة في البنات كمان يعودوا يشيل ويتس وبيشيل ويت جامد قوي من غير ما يعمل ستريتشينج ما عليش أنا حاجات دي دارسها ضروري يعمل تلت ساعة ستريتشينج لحسن يفلق لما حيفلق حيعمل ستريتش مارك وحشة جدا وعمرهم هتروح وعمرهم هتروح بصعوبة بالغة دي حاجة إنما زي ما أنت وأحيانا دكتور بيبقوا وسيد بين اللي بيشتري لهم الحاجات كمان بس دي انتي جبت اللي بتاع تجارة في عندهم برطمان لا ده جوه كل الجيم دلوقتي بقى فيه سنتر مخصوص بقى فيه ناس في الوسط بتستفيد من بيع الحاجات سلام بقى هتلي بقى بشاق دي يا دكتور عاصم البداية عندي بتشي ليه عاملة زي البداية نرجع بقى للوش تقطيع وش الراجل الجميل الجميل دي مقاييس اللي هشرحها دي مقاييس غير تقطيع وش الست الجميلة الخدود يعني نقول مثال عبدالحليم حافظ عنده دي عالية جدا ده شكل كويس في الراجل يعني ده الفيتشر يعني حنروح فين ده كلهم عندهم البون هنا عالية أرجوك ما تخفيهاش يعني عايزين نقول شوية فيتشرز يعني ايه أرجوك دي ما تحاولش ضايح يعني فيه حد كل ما الواجه يبقى منحوت كده منازل قوي دي عالية أرجوه ما يشيلهاش يعني ما يحطش هنا اللي أنا كنا عمليين نشرحها كتير قوي هنا فينا كتيرا فبقت خدود عالية قوي دي مش دي فميناين فيتشر يعني دي شكل للست مش للراجل طب ممكن نتكلم في النقطة دي علشان أنا مهم جدا كتير من الفنانين واللي احنا مشوفهم رجالة ها طبعا تلاقيهم في سنة معاين من السنة في سنة اللي هو بيبتدي تجعيد تظهر يبقوا وشوهم تخن تخن ها دول كي بقى شكله ونساوي فعلا هل ده معلاء الحاجة اللي بتقول انه هو مرة واحدة بقى عنده خدود هل ده الخدود لانه خايف من التجعيد فرح حاطة الفلوما او حقن حقن ايه بقى الحقنة دي اخر المرة بس الحونة دي حاجة اسمها جروث هرمون دي بتقريبا عشر تلاف دولار اه دي لكم نتكلم فيه الحونة اللي بياخدوها برا دي دي بتطخن كده الوش اه طخن لو عشان الانتخابات ما شاء الله كله دلوقتي ايه عشان كده يعني بص في صورة الانتخابات كل اللي برشح نفسه عمل كده انما عايزين نتكلم عايزين نتكلم الاول نفس الغدد العراقية والعضلات عند الراجل والغدد الدهنية مختلفة عن السيد فاحنا اللي عايزين نقول دايما الراجل الاكسرسايز عنده اعلى شوية الغدد العراقية عنده اكتر شوية بتطلع شوية فهل هو من حقه الصبح يعمل تنظيف اه طبعا ضروري نعمل تنظيف للوجه بيكسفه لا هو مش هيكسل وشه هو هيكسل وشه هو بعد شوية لسه بقى حنتكلم على تنظيف الدهنية لا نتكلم على تنظيف البشرة بالنسبة للراجل اللي يعني يعمل ايه لان كلهم بيقول هي زي اللي ده هو مش بيكسف من زي الست او مراته وقفة بتعمل من جوه البرا احنا دايما نقولنا بنعمل الفومنج سيبيام ده والبتاع للغدد الجلد العقل اللي هو الدهني الراجل محتاج كده طبعا دي عناية ونضافة تعارفة ليه الراجل يحصل له ايه اكتر من الست ايه للي عندهم جلد دهني وما نضافوش كويس مناخرهم تكبر وانا عايزة اجيلهم حاجة اسمها راينوفايمة رجالة كتير عندهم هنا مناخرهم دي الدبدوبة كده بنسميها احنا راينوفايمة دي يبتدوا بالمسام توسع مسام توسع مسام توسع كل اللي انا بقولهم دول ابتدي اعمل تنظيم للوجه كله اعمل تنظيف ما تتكسفش وانت الصبح وحتنظف وشك هتنظفش اناك بتغسله اه بس هيعمل السيبيام فومنج ده من جوه لبرا وياخد ساعات بقى بنديهم هنا قراص اللي هي مشهورة قوي يلحق يلحق المناخير ايه لقى روز ايزوتريتينوين دي مرة انا قلتها لكم ليه بتقليحب الشباب والوردية وا 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 ما تأثرش على حاجة تانية في الجسم لا بس هياخد قرص واحد لو ما عنده استعداد للراينوفايمة طب ايه راينوفايمة دي ليه بتطلع ليه بتنتنيه في المناخيرهم دي نوع عندهم روزيشيا حاجة اسمها روزيشيا او وردية نوع منهم بتيجي في الرجالة نلاقي في ممثلين كتير عندهم مناخيرهم تقوم ضربة مرة ضربة دي الحتة دي بس ميش كل المناخير الحتة دي بس ده بده كده عاملة بتتحسن قوي وتتلاحق قوي لو هو هتم بالبشرة نقول التاني لو هو ما هتمش بحب الشباب وهو شاب وا وا يبتدي وشه يخرم هنا يبتدي يكسف من وشه يعني هو صحيح ما أنتو اني الكلمة الشهيرة في كل البيوت المصرية انت ماء انت بنت ولا يهمن انت بنت ولا يهمن دلوقتي في المدارس الأجرمية أو النوادي يقول يكي يعني يخافوا يسلموا على بعض يعني دموع دي بس خلاص الوادي يبتدي يدايق وا 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 يفيش شغله في الجيم يعني أنا اللي عايز أقوله لك انه هم بيفش شغله في الجيم عشان يغطي انما مهمة جدا تنظيف التنظيف كويس جدا اللي عندهم بشرة دهونية عشان يلغي حب الشباب ده نمرة واحد يعالج حب الشباب ما يجلوش حفر ولما ما يجلوش حبر حفر ده مهم اللي أهم من كده لو هو ابتدى عنده مسام واسعة الفومنج جيل وفيه حاجة اسمها بور ريفاينر اه أنا عرفت ده بيعمل اي ده؟ بيقفل المسام لما يقفل المسام تبتدي بشرة يستعملوا كل يوم البور ريفاينر زي الطونك عندنا بص حضرتكم هو نفسه هو زي الطونك بيعمل يعني بيعمل كرمشة كتير جدا جدا من الرجال لما بييجي عايز يعمل تجميل يقول لي ايه بس مش عايزه يبان صح والله طلب شرعي يعني ايه طلب شرعي عشان راجل راجل مش عايزه يبان فاللي بتدي نسيب له تجعيد دي نسيبها له اما اللي يبتدي يعمل ايه اللي يبتدي دول يضيحهم اللي هما الكروس فيد دي فياخد لوك جديد وفي نظارة وفيه ماسكولين لوك اللي ماسكولين لوك من الناس اللي هما شعرهم لما ييجي يخف بنعمل ايه هنا نسيب له دي تدخل لجوه شوي يا جماعة يعني الناس سيبقى ناترل اصلاح حديثك تقول ان كل جنس طريق التجميل تجميل لما الراجل ييجي يعمل بوتيكس او يعمل حاجات بتعمله الماسكولين لوك يعني 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 نص مش هيبقى حاجة بتنمع حاجة لا لا نص البيوتي سالون برا في فارس وكده يقولك ايه يقولك ايه زميل اللي هو بتعرج جالة ويعمل حاجات يسيب له بقولك يسيب له دي علشان يبقى ويداو يسيبها تطول بس انت عارفة دلوقتي بقينا بنعمل بالليزر نحددها لهم هنا ممكن نكلف الموضوع دا اني دا مهم وانه يحلق دا وليها تقوس ولا لا بس بعد تليفونان عندنا عندنا مين عندنا ياسمين اهلا ياسمين مساء الخير سألو من فضلك انا عيدة سأل دكتور عاصم سؤال فضالي حاجة دكتور عاصم انا ابني عنده 28 سنة ربينا خليهون تطلع له بقعة في رجله من عند الخلخال بتاع الرجل من الجنب لونها بني يعني طلع حوالي 10 سنتي أو 6 سبع سنتي كده ويعني بتطلع باستمرار ومنروح للدكتور وبياخد علاق وبتروح بقى انت رجع تاني اخر دكتور قال له انت بتلعب رياضة فهو بيروح جم فقال له دي بتيجي للرقلين الرفيعة عشنا هو رقلين الرفيعة وداله علاق يعني تحسنت بس بسيط جدا هل في امل ان ليها علاق نهائي ناخد سؤال من فرحة فرحة مساء الخير سلام عليكم عليكم صحة الله بركات ازاي كحابتي ممكن هكلمة الدكتور اتفضلي بسؤالك للدكتور عاصر انا عمسك كنت عايزة اسأل سؤال هو البروتين بتاع الشعر ده بيعالج او كده يعني مفيد ولا مالوس نزمن حالا نوح هنقول لك وسؤال ده مهم ونشكورك عليه بتاع الشعر حاضر طب اسمحنا هنجاوب عليهم بس بعد الفاصل هنرجع بعد الفاصل نرد على السؤالين دول ونكمل حوالك حاضر ونرجع مرة تانية مع حضراتكم وقبل الفاصل كان عندنا ياسمين وفرحة قدام ياسمين كان بتسعر على موضوع ابنها الوحلة علامة في جنب الرجل هي انا اعتقد بس مش تكرارها هي ما بتروحش فاحنا عايزين نعمل لها تحليل ما انا دايما اقول لهم الحاجة اللي بتتكرر كتير بقنا حتى عندنا حاجة اسمها ديرموسكوبي عند دكاترة الجلد تقوم بصة فيها كده حيتعرف هل هي خبيثة ولا لأ حكاية العلاقتها بالجيم وارد علاقتها بالرفع ان رجلي لا مالهاش علاقة دي مالهاش علاقة انما يعني هي بس انا مبسوطة انها بترقب وهو رايح الجيم ودي ثقافة بتاخد بالها منه يعني بتاخد ايه ما بتاخدش ايه بابا يتكلم معاه بياخد ايه ما بياخدش ايه ده مهم طيب فرحة كان سؤالها بقى بروتين الشعر ده بيعالج ده مهم زياد على زون في عندنا في السوق اربع خمس تنواع كيراتين وبايو بروتين اهم حاجة الامان ايه الامان انه يبقى زيرو فرمالين مفيش مفيش في السورة ايه حاجة بايو امن يا دكتور انا حقولك مفيدي ده موجود اه اه موجود وعند الصيدليات مكتوب عليه بالكتير زيرو فرمالين كمان الزيرو فرمالين ده لمرة واحد امن امن صحيح لو هتفرد الفرمالين لو هتفرد ويعالج بسيط يعني انا بحبه ليه لان هي بتحس ان شعرها ده بعد المكان القصية لما يبتدي تفردها حلوة بيتول وبتفرح به وبتفرح به جدا انما امن خصوصا بيعملوا للبنات وهم صغيرين ده ممنوع خالص ده FDA ابروف زي ما قلت مرة موجود في السوق الزيرو فرمالين انا متأكد مش الكرياتين البروتين البيو فرمالين ما هو البيو فرمالين هو البروتين موجود عند 3-4 صيدريات بس بصي بقى الكلمة اللي عايزة اقولها فيه نسبة مصرح بيها عالمية اللي هي point point oh one point oh one اه ما نزيدش عليها ابدا اه ده نشتري من السيدليات من السيدليات الكبار خالص بقى بيبعوها اصل المشكلة فيه ايه كمان ان انت هو كمية قد كده فساعات يصوب يحطوا منه لها في ازازة تانية اه وده اللي ماشي لانها دي كبيرة عليها قوي اه ده اللي بييجي كده زي رو فرمالين بييجي كبير كده ما يجرلوش حاجة لما يتنين لا ما يحصلوش حاجة ميجيها الكمية بتاعتها بتاعت افضاعت مرة او مرتين طب هلو ده مش وحش مش وحش جدا لانه غالي عليها دي صراحة طبعا البروتين البروتين هو نفس الحكاية اه البروتين ضروري لا ضروري ايه بزيرو فرمالين امونكا وبيغذي ويغذي يغذي ويعالج الشعر يدي بيوتي انا اعتبر ان التحلية الجمالية دي فيها نوع لكن انا اقول بتكلم على تغذية الشعر لا مش 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 هنقدر نقول حاجة تنزيل كلهم فاكرين نوع بيغذي شعر تسأل معالج مين دخل جنس قبليها فيه راجل شعره اطول منها طب دكتور الست دي بتغسل شعرها بمية الرز لا ملهاش لا ملهاش يعني اوانا فيه اطول دوافر في العالم برضو واحد هندي اه كده وصلة لغاية الارض ومع شكلها وحش بشعر دي كمان الاناجين بتاعها هو اللي طويل اه عمر الشعر طويل عمرها طويل فبتاعد كتير خالص خالص ده سبع سنين مرايا نرجع حيكبر موضوع الرجل نرجع تاني قلت فيه تقوس بيعملها علشان هو بيحسن يحلق دلوقتي الموضة في الدقن كلها الفنانين بالزاد طبعا بيسيبوا حاجة اسمها تلاتة ملي الشعر عال اللي يعني ضروري يبقى كده ده منها لما بيبقى عنده خدود ودي هو سنة مكسوف منها او المخرج قال له لأ بلاش منها الخدود دي او حاجات نزلت حاجات دلدلت فيقوب عامل هنا الدقن كده حطة اول ناس عملوها كلينت ستوت طبعا كان عملها كتير وا 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 انما مدية المسكولين فيتشر المسكولين فيتشر في الدقن الزهيرة دي عايزين نقول لما ييجي يحلق كل دول لما ييجي يحلق دقنهم بتتعب ما يحلقش الا في اتجاه الشعر ما يحلقش عكس الشعر ومن هنا بالذات عشان ما تطلعلوش حبوب هنا في الحتة دي علشان كده في كريمات نزلت حديثا هتقطع على الجماعة البطاعة الليزر اللي هده منهم انها لما بتدهن بعد ازالة الشعر الشعر ما يطلعش تاني والنبي يجي في امتى اسمها ايه لا بس الستات تجراجوا يعني لا بنتعفى بتفيدهم فينه هنا هو في مناطق الهي الحتة دي فبيقوم دهنها فهنا ما يطلعوش شعر تاني الدية كانت طلعت في امريكا بس كانت غالية شوية نزل هنا منها في مصر اللي مهمة هي اسمها العلمي افلوروناسين اسمها العلمي افلوروناسين ودي بتدهن مرتين في اليوم فالرجالة بيدهنوها هنا الحاجة التانية اللي يهتم بيها لما ابنه هيقلده وهو بيحط بيرفيوم بعد الحلقة يحط بيرفيوم بابا بابا انت بتعمل ايه ويقوم عامل زي اه ابا طهر وشي اه يقوم عامل ايه بوت شابوني تطلع له هنا اه او ما يطلع في الشمس اه تطلع في الشمس ممنوع للرجال انهم بعد ما يحلقوا يحطوا اللي هو خمس خمساءات والحلقات لا يعني لو عايز يحط في حاجات اللي هي افتر شيف بس بالراحة كده وما يطلعش في الضوء يعني اهم برضو حاجة لانه بتبطش ده الحتة دي منلاقيها غمق عندهم طب مالي يستعمل ايه البديل اي حاجة بس ما يطلعش في الشمس ما يطلعش في الضوء الدوق النيون اقوم الشمس نقولها جماعة صحيح وحتى الحاجات الموفرة ديت وكده يعني ما فيه الشمس بس المدة قدية دكتور ساعة ساعة بس يعني ولا ضوء ولا شمس ولا ضوء كمان فبينحبهم نقولهم يحلقوا وده يتاخذها من جوة لبرة الحاجة التانية الحب الشباب اصاره السايد افكت بتاعته لو تساب في الراجل تأثيره اوحش من الست بمعنى الحفره عشان جلده بيبان فيه الحفر اكتر تلاقيها غامق او هو بيتساب من الام بتاع تقولي انت هتبصها دولة راجل يعني انت هتخليك جدع ده ياخد علاج بسرعة علشان ليه لان كليات الشرطة والجيء ما بياخدوهمش اه اه مستقبله انا ما اكلمه انت عارفة اللي هو الاختبار اللي بيبى في الاخر لما بيبى كده ما بياخدوهمش اي حاجة من الحاجات دي الوحمات للراجل هنا هو الوحمات البنية او كده تتشال بدري علشان لما يقدم في الشرطة والجيش والطيران خصوصا طيران الطيران بالملي ملهاش حل طب دكتور احنا بنكلم في الشاب الزغير طب عايزين نتكلم في التلاتينات والاربعينات الرجالة لما بي عندهم تلاتين سنة واربعين سنة بيكسفوا او شايفين ان هم خلاص هم حياتهم عادية وايه ايه ايه لانا احط كريم واحط موشر واحط نايت كريم هم عندهم المنتجات دي فيه فيه حاجات فورميل من اول الشعر الشعر فورميل طبعا اللي بدحها شركات الشعر انه عند كل انواع المينوكسيديل ده هتلاقي فورميل وفورفيميل فورميل وفيه حاجات يقول كونترا انديكيتد كونلي ميل يعني فيه حاجات كتير خالص في الراجل بس وديت اللي هي الراس اللي اسمها بروبيشيا ديت او فينسرايت دي للراجل فقط ممنوعة للفيميل الخمسة المية من اكسيديل ده لغاية وقت قريب كان للراجل بس والراجل يحط منه كتير ولكن انا دايما اقول لما الحتة دي تسحف ما تتضيقش منها سيبها تطلع كده لانها بتدي نوع من انواع الرجولة وقار وقار وشياكة انما المهم جدا انه لما يروح الجن وهو كبير يروح الجن مهمة يلغي اي نوع من انواع الكروش زي ما بيقولوا يعني المهم جدا في الحتة دي ان احنا بنعمل سليمينج سليمينج والراجل على فكرة بيستجيب احسن من الست طبعا عارفة ليه عضلاته اقوى عضلاته اقوى وان برضو ماوليتش طب لوشو يا دكتور نعم للوش بقى اه هل بيبقى الراجل عنده تقوز زي الستات طبعا طب ليه هما هما مستكترينها مستكترينها وبيكسفو مستكترينها بطلوا يكسفو هو عايز يعملها وما تبانش اه بطلوا يعني اقبال على العيادات اكتر دلوقتي او رجالة زي الستات جدا ده بيقى الراجل امراضة اه بالظافة ده المنظر ده بقى جميل الراجل يعمل بوطكس معملش فيلرز يعمل صح كده صح صح يعني معملش مستحب ليه الفيلرز ده حتى من السنس يعني انا مش هعمل يعني الحتة دي مش هتتعمل عند الراجل خالص اه ولا الحتة دي ولا دي ولا دي بس بيعملوا بيعملوا تجميل بعد ما يخسوا كده بيعملوا ايه بقى عشان الريدوندانسي الريدوندانسي تقوم مفروضة كده انما زي ما انت بتقولي بس ايه و هيتخذين نهاردة تعملي هالو عشان هيخش على العروسة التانية ايه بقى رجالة البوطكس لرجالة اوكي البوطكس لرجالة ضروري مش اوكي انما هي شيلدي انا دايما اقول له شيلدي وشيلدي هنا هو او التكشير اللي هنا بس ضروري نعرف لو الست بتعمل نص بوطكس الراجل هيعمل واحدة بوطكس عضلة الراجل اقوى اقوى بكتير ده كتير ايه ده ضرورت ومفروضة جامد قوي بس الراجل والده الحاجب بتاعه ده عالي شكله مش حيلو اه يعني اي حاجة بس من علهوهوش الحاجب ده لانه بيقعد مستغرب كتير فاحنا الراجل ياخد واحدة بوطكس بحالها هنا حتى اه الارقام احنا هنا لها ارقام اتنين اتنين ده الراجل اربعة 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 طب الفريدز حلوة الفريدز دي مش هتمفعلهم شوية ليه ليه لان هنا دي عنده طبعا كل الرجالة تفاحة هنا تفاحة تلاقيها طلعة مش عارف يتكلم طب لا انا ممكن تتعمل من المنطقة هنا في المنطقة هنا تتعمل وفيه في الرجالة الابتوس الجديدة الثريدز الجديدة اسمها ابتوس دي هي اصلا المختراحة واحد روسي دي عاملها هنا هو بتبه جميلة انما برضو نعيد تاني ان من المسكولين للراجل اللي اهتمام بدقنه اللي اهتمام بدقنه الحاجة الكتير اول بحيث الولاد دلوقتي بييجوا يقولولي ايه مش ييجي عشان شعره خفيف بييجي عشان دقنه خفيفة يعني من اكتر الحاجة للراجل ان بييجي علشان دقنه خفيفة الطفل بيبقى لسه يعني بتعمله ايه بيعامل معاملة السعلبة اللي هي بنحط لها من اكسديل و و و و و ويبتدي يتأل ويجيب نتيجة خلال كم جلسة هو خد يبالك بعد النسبة تعفل بلازمة بنعملها لهم هنا بتطلع شعر انت عارفة ان اللي بييجي الطفل يعمل ايه يقعد يحلق في دقنه علشان يحاول يطلع الشعر اه ده وهو صغير وانا احنا موضوع رجال عايز حلقات اكتر يعني اكتر من الستان لان تلاع موضوع كبيرة وفي ده لانها فيها مسترز فيها يعني حاجات تتساب الراجل ضروري يسيب المسكولين فيتشا بنبني اوعى اوعى زي بعض اوعى الخدود اه اوعى زي بعض الفنانين اللي عملوها خدود بقى وهو شكلهم ساعدين ناس قاعدوا يبصولهم ده مين ده لأ بيبقى تخنان قوي تخنان تخنان فالتعبيرات عنده ما تتبهاش مسكولين خرص التعبير المسكولين ضروري لأ وتلاقي وشه بيلمع بيلمع ويقفل على عينه يعني حتة انه يقفل على عينه دي لو في الستات يعني تمشي تعدي بس في الرجالة لأ وده مهم الى اقصى درجة نتخل دكتور احنا بنشكر حضرت انا نمتشكر لكم تعبيرك معنا وان شاء الله ننتقل بسبوع اللي جاي بشكركم وبعد الفاصل نتكلم عن موضوعنا وهو درجات الحضور في السنوية العامة هيكون معنا الاستاذ صلاح عمارة رئيس قطاع التعليم الخاص بوزاة التربية والتعليم الكاتب صحفي علاء سابت ودينة محمد وساجدة عصمان بعد الفاصل